الله الرجل و أهلاً بشهر الخير و أن يوفقنا لما يرضيه عننا تعالى الله يحييكم جميعاً و نسعد بتجديد اللقاء معكم و اليوم إن شاء الله حلقة تنان على استحسانكم و نقدم فيها ما يعجبكم فيها أيضاً ضيوف مميزين و فيها حضور إن شاء الله يثري الحلقة بالمشاركات و بالقصص و بالشعر و بالحكم اللي ما تستغرب من أمثالهم و نحمد الله سبحانه وتعالى يا أخواني الذي فرض علينا الصيام هذا أو هذه العبادة التي فرضت علينا لماذا يقول تعالى لعلكم تتقون لكي نتقيه سبحانه هي اختبار للتقوى و هي استنهاض للهمم و هي تزكية للأنفس و نحن في رمضان نحمد الله و نشكر على هذه العبادة التي ما شرحها الجليل الجبار سبحانه عشان نجوع و لا نضمى و لا نترك ما نحب لا و الله لكن يبغى يرفع درجاتنا سبحانه ثم لكي نهذب أنفسنا و ندربها ما تلاحظون دل حين في نهار رمضان كيف هذا الالتزام مننا اللا إرادي و اللا شعور يا أخواني حتى لو أنت الحالك في الغرفة مقفل الباب و اللي ما عندك و لك اللي عندك مستحيل تمديدك هذا تربية للنفس و هذا تهذيب للنفس طاعة لله تعالى و لذلك الصيام كان من أجل العبادات لأنه أكثرها خفية بين العبد و بين ربه ثم تشوفون كيف نحن مهذبين في الصيام إذا كلمنا أحد أشياء يقول اللهم أني صايب ما يبغي يتكلم على هذا و لا يخطي على هذا حريصين على أن ما نجرح صيامنا و في الليل كذلك حريصين على صلاة القيام و حريصين أيضا على قراءة القرآن و حريصين يليت يا أخواني أننا نأخذ من هذا الشهر هذه التربية و هذا الترويض للأنفس و تكون لنا منهاجا طوال حياتنا يليت هذا الالتزام و الذي نلتزمه في رمضان يستمر معنا طوال الأيام لأنه في خير لنا في دنيانا و أخرانا أسأل الله العظيم أن يعيني و إياكم على طاعته استغنموا أيام هذا الشهر و لياليه فإن ضيفكم عجولي أخواني راح ستة أيام و الليلة سابع باقي ثلاثة و عشرين ليلة أو ثلاثة و عشرين ليلة الله المستعاني أخواني استغنموا كل يوم يروح احرص على أن يسجل اسمك مع الصائمين مع الطائعين مع القائمين مع المتصدقين مع المحسنين مع واصلي الأرحام مع المتقربين و المسابقين إلى فضل الله و إلى الخيرات يا أخواني ترى الأيام بتروح يوم من الأيام بقول لكم الله المستعاني الشهر غلق و نمشي يقول نعد الليالي والليالي تعدنا والأعمار تفناء والليالي بزايد وهذا حال الدنيا لكن الفطن و الموفق و المحظوظ الذي يتزود من هذه الدنيا بالصالحات و بالأعمال لأننا يا أخواني هل نحن في هذه الدنيا مقيمون أم راحلون نحن والله يراحلون و أي واحد عند السفر و لا رحلة الفطير و الحريص لازم يتزود تلقى الناس اللي أبغى يسافرون قام يجهز موتره و يجهز عزبته و يجهز أغراضه و العده و يشوف دراهمه و يشوف ليه لأنه مسافر نحن أيضا يا أخواني راحلون و إلى وين راحلون نحن راحلون إلى الله تعالى إلى الحياة الآخرة في لية أننا نتزود بالقليل فإن الله سبحانه وتعالى حتى لو زاد قليل و رأى في نفسك الإخلاص و الطاعة و التذلل له تعالى و الرجوع له مهما تخطي سوف يضاعفه لك و الله يضاعف لما يشاء الله يجعلنا ويأكم مفقين لطاعته و رحب بضيوفنا الأعزاء و في مقدمتهم